بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي وعشواري ومن أعماغ أعماغي أذكركم بأن الدين في وجداننا باغي وإن الدين لا تاج تدليسا ونفاغي مساكنه بواطننا تزيننا وتبعث في نفس الناس يشراغي فيا عجبي على زمن يحطم في أمانينا وينسر باغة الأحزان في أرجاء وادين كيف أحوالكم عالكم طيبين عالكم زينين متى تدري بأني عاشق منسي وإني قد دخلت حصونك الرحباء في أمسي ولم أحفل بلغياك وكان الحزن في نفسي نزال الله سبحانه وتعالى أن يتغبل شهدان الأخيار الميامين نزال الله أنه يشفي جرحانا ويعيد مفقودين ويسنح على الوطن والمواطن حقيقة مواجع وآلام وأشياء ذاته الواحد يقعد مليون مرة عشان يستحضره ويذكره ويشوفه اللي بيحصل دشن الشعب السوداني ده يعني هل هو ما محظوظ ولا هي دي قسمتنا في الحياة إنه يكونوا حايمين حولنا العمل القتل دين ما عارفه الشعب السوداني سوه شنوه عشان يكون جزاءه جزاء سينيمار يعني جزاء غريب يعني حاجة والله محزنة وحاجة الواحد ذاته ما عارف يبدأ كيف ولا يبدأ من وين ولا بيستغرب كل يوم نحن نمني نفسنا بالانتصار ونمني نفسنا بأنه على الأقل المكون العسكري والجنجويد والغتل ده يحسوا بالأوجاع والمآسي بتاعت الشعب ده ويحسوا بأنه العدالة دي شيء أساسي لازم يكون موجود لكن ولا حياته لمن تنادي حقيقة حاجة محزنة إنه كل يوم نفقد أبناءنا الأقيار المتميزين دي كل يوم بنفقد شباب أماجد ميامين ممكن يكونوا هم يعني مستقبل الوطن تخيل إنه مستقبل الوطن كل يوم بيموتوا بندفن بسبب الغتل دي شير عشان يعرف القير شير عشان نوصل صوتنا للغير يا جماعة أولا تحية لكم كلكم تحية خاصة تحية لكل الناس المشاهدين تحية خاصة أنا ما قادر أعين ذاتي والله ما قادر أعين حقيقة مرهغ أنا ذاتي موجوع موجوع عديل موجوع لكل شي حصل ولكل شي بيحصل موجوعين يا جماعة موجوعين نحن بنفقد في أبنائنا بنفقد في أخواننا بنفقد في مستقبل الوطن الشباب بيموتوا بيموتوا ليلة عنه قالوا حرية وسلام وعدالة ما قالوا حاجة بعيدة يعني الطالبين العدالة البسيطة دي العدالة العدالة المعروفة لا دارين عدالة تانية ما قالوا دارين عمارات ولا دارين غسور ولا دارين دارين يحسوا بأنهم عندهم كرامة وعايشين حياة بسيطة عايشين حياة طبيعية زي أي بشر بعيشوا الحياة الطبيعية حتى المظاهرات ذاتا نحن نستغرب فيه مظاهرات هاجرة وكميات كبيرة جدا جدا طالعة ضد المكون دا لكن أنا بستغرب في الناس اللي بدعاين بدعاين الليون يعني يجي ماشا المواكب دي ماشا وفيه ناس بدعاين الليون كأنه الناس التانين دي الأجاري ما تابعين للدولة أنا بستغرب وقت تجي المواكب دي تتحرك ما أنت كل ما تكونوا كتيرين كل ما أنتوا بتغزروا أخوانكم ديل وبتخوفوا العسكر ديل يدعاينوا ليشنو ما ديل طالعين لكم ونتوا الناس اللي بيقول لك ما تترس زيل أنا بستغرب في الدولة اللي بيقول لك ما يترس زيل الناس ديل بترسوا ليشنو بترسوا عشان مستقبلك إتة وعشان مستقبل أولادك وعشان الدولة المدنية عشان تلقى العدالة وعشان تلقى الصحة وعشان تلقى التعليم وعشان تلقى الحياة الطيبة ده يترسوا لك فيها عشان هما يبنوا لك دولة جديدة وعشان يشيلوا الظلمة لك أهلك ده وعشان تحس بأنك إنت فعلا إنسان بشر الناس اللي بيقتلوا فيك عارفينهم ما بشر لأنه قلت لك والله ده الحيوانات ده الحيوانات والحياة المحزنة إنه الشعب السوداني ده فيه لغاية حسي جزء هو بتهاجم برهان ما عارف إنه بقول لكم يا جماعة الشغلان ما من برهان الشغلان دي من الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية عادت كلمتكم قلت لكم جهاز الأمن ده الماشا له ده ده الحركة الإسلامية مفضلة في جهاز الأمن ده ده الحركة الإسلامية وهريناكم بستغلب لغاية حسي يقول لك لا ده برهان والعساكر ده الملعساكر براونة يا جماعة الموضوع ده يتغير الانقلابات الحصلت دي في انقلابات تصحيحية كثيرة كانت داخل داخل إطار الجيش يعني أنت أنا دار السوق الموضوع الناس اللي بتفتش برضو يقول لك يا أخي الناس بتفتش في الرزق الرزق من الله واحد يكون ببعليف الباسات وبعليف الفنائل وشايف المواكب قدامه ما بيتحرك حاجات وهمية يا زولدت طالع عشان انت ذاتك تمشي تشوف لك حاجة تشوف لك قراية تشوف لك تعليم تشوف لك حاجة تبقى مهندس تبقى دكتور والناس الطال عندها الدكاترا ومهندسين والناس اللي بموتوا ده كلهم خرجين بتاع عن جامعات ولا قبلون تخيل واحد يجيب له القبول بتاعه في الجامعة وهي يقول لك يستشهد يقول لك يستشهد يقول لك يستشهد البلد محتلة والله البلد محتلة محتلة بالكيزان بالحركة الإسلامية الكيزان ما فاتوا للناس الموهومة الكيزان قاعدين يا جماعة الكيزان دي قاعدين البلد محتلة بالكيزان وبالجنجويد الجنجويد استعانوا بالكيزان يا جماعة يشيروا الله يبدأ خليص للناس الكلام اللي أنا حقوله برضو مهم لأننا كل مرة نقول كلامنا دائما الكلام المشكلة الحقيقية بدأت مما ظهر حمدوك وفولكر الأمم المتحدة جاءت أضطى الضمانات الناس لم يشتغلت بالموضوع هذا الناس لم يشتغلت بالموضوع بتاع فولكر فولكر دازو الخطير الناس لم يشتغلت بالسفارات قلنا لكم ياخذ السفارة الإماراتية أمشوا حاصروها أي رصاصة أي رصاصة كتلت واحد من أخوان كوديل دافع بروش الحكومة الإماراتية والحكومة السعودية لكن ما في زول الأحزاب ما داركن تبشي على السفارات السفارات هي المشكلة ذاتها أي رصاصة أي رصاصة طلع تتفعلك الحكومة الإماراتية والحكومة السعودية وأي تخطيط حصل أي مزبحة أي مجزرة تنفيذ منه التخطيط بتاع الحكومة المصرية السيسي ورناكم قلنا لكم يا جماعة السفارات دي انطرد فولكر دا فولكر دا انطرد لأنه بعد شوق هو حيستهجل وحيرفط فولكر دا لازم الناس تمشي تهاجمه يا جماعة لازم تمشي له ورناكم قلنا لكم مكادب الأمم المتحدة في المنطلاتة أمشي له كلام كان واضح ديه السبب ديه اللي بيدوا الضمانات للعسكر إنه يقتلوك انت قال العسكر ديه لو ما لقين ضمانات يقتلوا ما ندك لابا راحة كده حسدي حسديت لو حاصرت السفارة الإماراتية ودقيته بواسطة تكون حول السفارة الإماراتية والسفارة السعودية وقلت يا أخي ديه الرصاص والسيارات اللي بتقتل دي دي كلها جايبنا لنا الإماراتين ديه ونحن رافضينا ما هو في النهاية لو قعد السفير الإماراتي والسفير السعودي مع أولادهم دينا اللي هم دينا العمل بتاعينهم دينا قال لهم يا أخي ما تقتلوا بتدخلونا في مشاكل الليل الموت كان ويجف اقصم بالله العظيم وكتابه الكريم لو حسد السفيرة الإمارات ده ما شاء قال لبرهان يا زول وقف الكتل يا حميتي وقف الكتل اقصم بالله الكتل كان ويجف قل لهم يا أخي عربات بالدول لو انكرت عشان اقتلوا لو كانت هاجم هتكون انت قطعت الحبل بتاع الدعم بتاعه يعني التتريس ده ما مرحلة والتتريس كان ضعيف التتريس ده أنا شفت الحاجة المحزنة عمنا الكندري في بلد عمنا الكندري في غنات الجزيرة في غنات الجزيرة عمك اللي هو أبو الشهيد ساكنه بالتاتشر تخيل انه أبو الشهيد ذاته ساكنه بالتاتشر ما كانت مترس البلد ما اترس التتريس انحنا دائرينه ما تقفلت صاح اي خطأ بيحصل هي لانه يعني المغاملة شغالة لسه دارين استغلوها يستفيدوا منها اللحزاب على اساس انه تبقى كرت بتاعنا ترجع الحكومة يا دوبك اللحزاب بدت تطلع معك ليه حسن اللحزاب وكلامهم وجوطتهم والكلام بتاعنا سخال السيليك والكلام بتاع العيسر بعد ما كونوا الحكومة بعد ما تكونت الحكومة بعد ما تكونت الحكومة حتى ان بدوا يا دابك اللحزاب اتذكرتك لانها عرفت ان الموضوع ده انتهى game over بالنسبة لها جماعا احنا مشكلتنا الاحزاب الاحزاب دي لانها مهيمين على جزء من لجان المغاومة لجان المغاومة الحقه تعرف الحاجة البنقولة لا تنفزها طوالي لانه ده الكلام البنقولة تقعد بالمنطق كده تقعد تدرسه لانه نحن ما قاعدين نتكلم سائع لانه احنا الثورة دي وقد خطينا فيها مجمأ زينا وزي الناس التانية واضحنا لكم طريقة با where اول حاجة لديم تقطع الدعم بتاع العساكر الدعم بيوم من وين الدعم بيوم من فولكا الدعم بيوم من الامم المتحدة الدعم بيوم من الامارات الدعم بيوم من بريطانيا من السفارة السفارة البريطانية في شارع النيل وريناكن من الامريكان اللي هو السفارة الامريكية شينو يعني لو طلعت قلت بايدن بايدن بيجيف ضد الشعب السوداني ضد رغبة الشعب السوداني ده ما الكلام نحن دارين نطلع نحن شخصيا حسب فرنسا دارين نطلع لكن ما قادرين نطلع له أسباب كثيرة جدا جدا لأنه ممنوع لأنه في حظر عندنا لأنه كل أوروبا مكفولة لينا أيام أيام مساهرين بس منتظرين أول ما يرفعوا الحظر عشان كلنا يتحرك على السفارات دي ونضغط عليها لكن الناس الجوة دين عندهم النقاط بدل تمشي الكيلو وتمشي الربع كيلو وتمشي النص كيلو أمشي على السفارات دي السفارات دي ما هي اللي بتدعم قلت لك أي رصاصة الرصاصة اللي بيفكوه سيدة تقال بيشتروهن ما بيشتروه بيدلوهن الإماراتيين وبدلوهن السعوديين وبخططوهن المصريين هاجموا السفارات دي ما تكسروها ما تدمروها لكن عروها عروها بالبوسطات الكبيرة لأنه ديل هم اللي بيدعموا أي رصاصة بتطلع أي رصاصة بتطلع هي رصاصة مدفوع قيمتها من السفارة السعودية من السفارة الإماراتية ومن الحكومة الإماراتية والحكومة السعودية والتخطيط بتاعه أو أي تخطيط بتاعه غتل ومجزرة بيطلع من وين؟ بيطلع من السفارة المصرية بيطلع من السيسي ده غطاء الغطاء الدبلوماسي ده والغطاء بتاع الدعم الدول ده انت لازم تقطعه يا أخي لازم تقطعه عشان توقف الدم عشان توقف النزيف عشان توقف المواجع بتاع أمهاتنا كلامها واضح زي الشميس ده ماذا انت تسمعوا لياليان المغاومة خايفين خايفين من انه اللي هو طبعا ناس خالي السيلي شوف الكلام ده عشان أنا أورك انه ديل عرفناه اللي عنده عنده نعيب ما قادرين يتكلموا أنا أديك لها كده عديل عشان تشوف أديك لها عديل عشان تشوف ديل الأحزاب والجماعة ديل ما بقدر يقولوا الكلام ده ما بيتكلم عن الصفارة الإماراتية والاستفارة طيب ذكرت كثيرا استعادة ده مش ياسر عرمان موارد الشعب السوداني وتسرندها جهات خارجية وداخلية لكن شعبنا سيتصدى لها شعبنا شعب تجري في حروقه الحرية منذ أبادماك وممالكه القديمة وحتى خلي أبادماك أسمحك عن القوى الخارجية التي تقوم بدعم السلطة في السودان هل من ضمن القوى هذه إسرائيل كان هناك ورد إسرائيلي الأربعاء الماضي يقابل البرهان وأحمدتي وبعض القيادات في السلطة هل إسرائيل ودول أخرى تقف وتدعم ما يقوم به البرهان؟ نعم في دول عديدة تدعم ما يجري في السودان وهي مصالحها مختلفة بعضها يخشي على أمني بعضها ينهب موارد السودان ونهب الموارد أصبح السماء حقيقية من سماء هذا العصر من الأرض إلى الزعب إلى غيرها وبعضها لا يقبل بحكم دموقراطي في السودان هل لك أن تسمي لي بعض من هذه الدول التي تتحدث عنها؟ لا أبيدا نسمي هذه الدول ليس خوفا لكن حرصا على مصالح شعبنا حرصا على إننا وما هي مصالح الشعب في أن لا يعلم من يصرق ثرواته أو من لا يريد له الخير والديمقراطية الشعب يعلم ذلك وأنا من قبل وجهت رسائل لبعض هذه البلدان اذكر لي حتى مثال أو ثلاثين على الأقل حتى تقترب الصورة أنا لو أريد أن أسهب مباشرة وأنا أتحدث باسم الحرية والتغيير في مهاجمة هذه البلدان أول حديث عنها لكن هذه البلدان معروفة لشعبنا شعبنا يتحدث عنها لا يمكن أن يقول إسمها لا يمكن أن يقول إسمها مع شعبنا بشكل مباشر طيب الآن في معركة لا يمكن أن يقولها منهمkeys لا يمكن أن يقولها ن recruitment و لا يمكن أن يقولها السعودية و لا يمكن أن يقولها و الناس الآن وấpدين في السعودية وهمocalبين في الإمارات لا يستطيعون و وينما عنهم timing ك krave و har We go أن anybody understands ولا يمكن haber الحقوق لا تتحركوا على هذه الصفرات قفلوا السفارات وقطعوا دابر الفتنة ديل الفتنة ديل الشيطان العرب دا ابو منشار ديل ديل المشاكل ديل خايفين سمعت بتلكلك كيف ما قادر يقول اسم السعودية ما قادر يقول اسم الإمارات جبان قل لي يا أخي دي الدول دي بتنهب صرواتك بتنهب وطنك ما تتكلم تقول قال أنا ما تدخلوني في ما خايف انتو خايفين عشان اورك انه في اشكالية كبيرة جدا جدا لماذا لا تحاصر السفارات دي ولانه السلاح دي يا جماعة جايبينه من وين حميتي عنده وين قروش برهان عنده قروش من وين الحكومة دي عندها قروش من وين ما هو ده الدعم الدعم قدامكم لو نحنا قطعنا الدعم ده بنعريه هزاته والله الطلقة دي اللي عدوه عاد والله اللي يفلقوكم بالحجار لانه المرة الفاتتوك تندغطو بقوا يفلقوكم قلنا لكو نكفلوا المطار المطار اللي بيجيب البومبان والبجيب الصواريخ وبجيب الغنابلة الصوتية اكفلوا ما قفلتو يعني ما ممكن يكون ما في زور رشيد عشان يوقف دابر الفتنة دي بانك انت تقطع الحبل بتاع الدعم ده الخط بتاع الدعم ده سفارات يا جماعة نحنا الغاية يوم تلاتين عندنا عندنا مليون تلخلاص قبل يوم تلاتين حقوا نحنا السفارات دي تتقفل عديل تتقفل سلمية سلمية بسلميتنا دي ذاتها نعرهم قدام العالم المواكب المعروفة السفارة الامريكية كل اللجام بتاع الجنوب الحزام كلها وبتاع السوبة طوالع السفارة الامريكية بوسطات قابلون عديل قدبوا له خطاب قلنا لكم الكلام ده ولا ما قلناه قلنا لكم قدبوا له خطاب بان الكلام ده لا يجوز الكلام اللي بيحصل ده انك تتقف مع غاتل انك تتقبلنا غاتل الكلام ده ما بينفع ما بينفع مع الشعب السوداني ده غتل قلنا لكم يا اخا اماراتين ده قابلون قابلوا اللجان ده تمشي تلاتين لجنة تحاصر السفارة ده تقدم لها مذكرة سلمية بانك تدخلك ده بانك السلاحة اللي بتدي له حماتي العربات الجاتلة حماتي معروفة وشافوها ونشروها وكتبوها والناس كلها شافتها ليه 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 ما قادر انتبشي السفارات ليه تبردوا الناس لجان المغاومة عندهم امل في انه الامارات تعينوا تزكيوا تنتدبوا ما ده كلام حقه نحنا بنقوله لكم عيانا بيانا ده كلام واضح زي الشمس سفارات دي يا جماعة حقه تتقفل فولكر ده حقه ينطرد فولكر ده حقه ينطرد فولكر ده هو مما جاء الازمة زايدة الازمة زايدة لانه هو حس الكلام اللي بيحول فيه بيقول يا جماعة مظاهراتكم ماسي المية زول بعد ما هاجمكت وقال مظاهراتك بدل يقول الكاتل ده ما حقه يقتل والكاتل ده حقه تصدر عليه اخصى العقوبات قال انت مظاهرتك ماسي المية الناس شافت بعين المظاهرات لغاية اخر مظاهرات كانت كانت في السوق العربي العساكر ده غدروا الشباب ده في لحظة في لحظة كانوا واكفين معهم فاست وفاست بكوركوس المية وما في كان نبس بس الناس يصوروا ويتحتفوا في لحظة بس غدروا بالبومبان وضرب فراس وضرب رصاص ليه؟ الناس اللي بتقول يا جماعة الأولادنا بنبزوا أولادنا ما قاعدين ينفعوا حجر لو ما هم بدوا يعتدوا وما قاعدين يرفعوا حجر ثانيا أولادنا ماشينا الغصر الجمهوري الغصر الجمهوري ده ما ما شوه ناس المحش والموس ليه ما يمشوهون يا أخي ليه العدالة سنفي انك تتمنعهم هناك ناس فتحت لون الدرب وبنت لهم شاية تلون خيم هم سودانيين هذا ما بنحقهم نفس النقطة دي ما العدالة الواحد اللي بتكلم بدون فهم يقول لك يا أخي بيقوا يفلقوا ونبزوا ما ينبزوا لو جاك في قسم الشرطة أنا ما بازالوا لو كان الأولادنا ديل ما تقول لكم في الأكسام بتاعت الشرطة ما بازالوا لكن أولادنا ديل عندهم مواكب ومواكب دماشا للغصر الجمهوري حقهم اللي هما جزوا فيه اللي هما عندهم الحق المواطنة اللي هما عندهم الحق المساواة بتمنعهم ليه؟ بتقف قدامهم ليه؟ بتضربهم ليه؟ بتضربهم بالبنبان ليه؟ هذا الكلام ليس واضح يا جماعة الثورة دي بعد ذا نحن لم ندارينا تطلع من الإطارة السلمة لكن نحن دارين نستعمل كل الأدوات الممكنة كل الأدوات كل الأدوات بعد ذا وتانيا دار أقول لكم حاجة للناس الذين يقولون هيا يا جماعة الكيزان الكيزان دل قاعدين هذا الشغل الجديد الذي هو المجموعة حماية الجنجويد حماية والكيزان الجيش الذي يتكلم عنه الحسن مكي لذين يقولون الكيزان الكيزان قاعدين اللوبي الأصلي قاعد على الصادق ده ما قاعد على الكرتي ده ما قاعد يوسقين؟ سؤال أنا أسألكم لو على الكرتي وين؟ على الكرتي الدباب الدفاع الشعبي قاعد وين؟ على الكرتي الغاتل كتل عندنا آلاف شباب قبضون خدمة وطنية وقبضون ودون العمليات وقاعد في بيتهم على الكرتي لأنه على الكرتي ليس على التنظيم لأنه هناك اتفاقية بين حماية والبرهان على الكرتي وداخلين فيها حسن عمر ومعاون بفضل ومعاون على الصادق الداعش في الخارجية أنها زي ريعوا لي نفس الشي الليلة في انقلاب تصحيحي للحركة الإسلامية الليلة الحركة الإسلامية معها الجنجوي ده المسكين البلد معها الجن الرقبة الجوات دار تتأكد من الكلام ده أصلاً الإسلاميين ده لأنه أساس عندهم فكر عندهم فهم بينه جيوزي ما نافعه عمر البشير كان لدمر الجيش أصلاً الإسلاميين ده العين عين لحزب الله عنده جيش؟ ما عنده جيش؟ عين لطالبان عنده جيش؟ ما عنده جيش؟ عين للإيرانيين الحرص الثوري عندهم جيش؟ أصلاً الإسلاميين دهما يؤمنوا بالجيوز هم دارين الدعم السريع وحس يستلموا البلد تاني من قديد حس الليلة دي بيقتله فيك اللي هو الكيزان ذاته وقسم بالله العظيم هل يكتلوا فيك الكيزان معهم حمالتي؟ دارت تتأكد من الكلام ده؟ إنت حسي تنبث في جيبريل وقالوا جيبريل ده بس هو لأنه جاي من قبلت الزغاوة ومشكلتك لا ما زغاوة بس جيبريل ما قضي الزغاوة جيبريل غير موضوع لأن الزغاوة دهن جزء فيهم كثير ذاته رافض حتى منيوا الكوماناوي جيبريل الزغاوة ذاته رافض القضية في أنهم جيبريل حركة إسلامية الليلة جيبريل قال لك الحكومة يجب أن لا تنساق لرغبة منه؟ لرغبة الشعوب يعني نحن ما ننساق لكم شنون قدتوا ننزل الدعم أنا سأرفع الدعم سأرفعه سأجيب الضرائب وكل الفارق سأتمه من المواطن جيبريل ده ما قوس؟ ما دباب؟ ما هو دباب ولا حاجة ثانية؟ ما حركة إسلامية؟ ده تحالف على الحركة الإسلامية مع ملشيات الدعم السريع مع جزء من الجيش الجيش ذاته تم إخصائه ويقولوا في النهاية دارين يعتمدوا زي ما اعتمت حزب الله على اللبنانيين أو حزب الله على الجيشه وزي ما اعتمد الإيرانيين على الحرص السوري وزي ما ناس طالبان أفغانستان أو المجموعة بتاعته عمل الطالبان هم سيعملوا الملشياتي وهما بقيت الملشياتي ستبقى لون الملاز وحاولوا بقدر الإمكان يدمروا الجيش لو لاحظت الإسلاميين ما يتكلموا عن الجيش ما يتكلموا عن الوضع دارين لماذا مهمومين أنا أستغرب أن الإسلاميين لماذا يكونوا مهمومين لماذا يكونوا مهمومين لماذا يستلموا البلد وهم عندهم خيرات وعندهم طروات ستضيع أنا أستغرب بقدر ما عينته وقدر ما درست الحالة لماذا أزعلانين من أن حميدتيدا لا يمكن اليوم من اليوم يأتي إنهم منهم خيرات اتضح في النهاية أن هذا تحالف وأكد لك لسه على التحالف أولا الإسلاميين مغوصين كل الدعم السريع الضباط بتاعنا الدعم السريع كلهم الذين ينفذوا العمليات بتاعت القتل الليلة كلهم كذلك من ضمنهم منه؟ من ضمنهم عبدالغفار الشريف أمسك معي من ضمنهم كل المجموعة بتاعت الإسلاميين الغيادات الإسلامية داخلوا الدعم السريع يعني هم ذات الدعم السريع جزء منهم أصبح جزء منهم وهم ضمنهم لا يتلون معهم لهم يتلون معهم اتقاسموا البلد بيناتهم شوف هذا الكلام وعلى كارتي مفكوك والنزل مفكوكين كلهم الحركة الإسلامية عندها توقى ما بقت معهم مع الماليشيات تحت الدعم السريع لأنها مؤمنة بوجود الماليشيات ودي طبعا سيغة الإسلاميين دائما بكرهوا فيها الجيوش دالين يجيبوا الدعم السريع ده إذن شنو؟ إذن الدعم السريع أول ماليشيات الدعم السريع ده أصلا بمباركة الحركة الإسلامية قائمة بالشغل ده كله والحاجة اللي بتحصل ده الإنقلابات التمت دي في النهاية وصلوا لمرحلة إنه يزيحوا الجيش السوداني لا يزيحوا الجيش السوداني فيه جزء من الوطنيين زي ناس حامد الجامد زي ناس محمد صدي ويجيبوا منه ويدخلوا الدعم السريع والدعم السريع يغزوهم ذاتهم نمشي للنقطة المهمة أبو طيرا ده تابع لمنه حسي البغمع أبو طيرا ده تابع لمنه ما أحمد هارون ولا زول تاني مش المؤسسه أحمد هارون أبو طيرا ده ما تابع لأحمد هارون أحمد هارون ده تابع لنكراقوا ما تابع لإسلاميين ما هو الحركة الإسلامية استلموا منه عنان ولو جدي عينتا هتلقى أنه أبو طيرا البغمع في الناس والبيكتول في الناس ده حركة إسلامية إذن البيكتول فينا لغاية حسي هم الكيزان ذاتهم والبيبلغوا في اللاحياء هم الكيزان الكيزان هم سبب المشاكل ده كلها كلها سبب المشاكل ده كلها وهم جايبين الدعم السريع ده عشان يغمع الشعب السوداني نحن لازم نفهم بأنه قضياتنا ما طلعت من الإسلاميين ما طلعت من الكيزان هم بحاول يقولك ياخذ الكيزان ده لانتهو منتهو لأنه لو انتهو كان تحل جهاز الأمن جهاز الأمن لسه شغال أعادوا تاني هيئة العمليات وبعد ما أعادوا أشوف هيئة العمليات ده أدوها خيار الخيار شنو؟ نحن في الوقت دهك منتظرين أنه يحلوا الدعم السريع على الخيار أنه كل ضباط كل الضباط بتاعنا بتاعينا هيئة العمليات قالوا لهم طوال تقدموا في الدعم السريع وكلهم انتدابون في الدعم السريع يعني خزنون في الدعم السريع وجوبون من الدعم السريع والناس مخشوشة ستحصل مشكلة سيحصل الموت بين الدعم السريع وبين الجيش يا ذول الجيش ما فيه ما تبقوا أغبياء عشان الناس ما تتغش الجيش انتهى الجيش دمر الكيزان ذاته ندمر عمر البشير والانقلاب أصلا الانقلاب الصورة بتاعتنا القامة المجيدة هي كانت بالنسبة للإسلاميين اصغاض عمر البشير لأنه أصلا الناس عمين حسن عمر كان ضد عمر البشير مجموعة كبيرة كانت من الإسلاميين دل ضد عمر البشير أصغط عمر البشير بمجهودة الشعب السوداني وبدماء الشعب السوداني عشان يجيبوا دولتهم عشان الحركة الإسلامية تكون قاعدة جمعنا الحركة الإسلامية لازم نقلعها من أصولها لازم ننازلنا حاربهم جوه الأحياء لازم نعزلهم جوه المجتمع الكلام ده حار الكلام الجاي ده حار اللي أنا سأقوله دل جبريل حركة إسلامية كل لون حركة إسلامية كل لون مفضل حركة إسلامية كل لون حماية حركة إسلامية البرهان ده ما طلع أمين حسن عمر قال لكم ده ولدنا وده زولنا وده حبيبنا قضياتنا بيقات مع الحركة الإسلامية والحس بيحصل ده دي الحركة الإسلامية والبيكتول دين والله دل الحركة الإسلامية البيكتولون منه؟ البيكتولون الدعم السريع الزولة البيكتولون الدعم السريع الزولة البيكتولون الدعم السريع لكن هي في الأصل دل الحركة الإسلامية ذاتها هي ذات الحركة الإسلامية بأبناء أبيا كده جزء منهم ما هي كانت لوبهات ما هي أيام كانت حركة إسلامية كانت فيه جزء كبير منهم معتغل عمر البشير ده ما قبط فيه ناس مجموعة كبيرة وحاسبون الغطط السمال ما كان عندهم مشاكل مع بعض لوبيهات حس في لوبي اللوبي الكبير الماسكن الدولة والبحركة الدولة دي الحركة الإسلامية بوسطة البرهان بوسطة حماتي بوسطة الضباط الموجودين الكمية بتاع الضباط كبيرة حولوا من جهاز الأمن من الجيش قاعدة في الدعم السريع قاعدة في أبو طيرة هي البتاق مع الشعبي ده نحن قضيتنا لو ما استأصلنا الحركة الإسلامية من السودان والنازل أبدناهم والله البلد دي تاني ما يقوم لا قايمة ليهم الدين وهس اللي يقتلوا دين أبو طيرة كونوا أحمد هارون ما حركة إسلامية ما حركة إسلامية حركة إسلامية أبو طيرة دي جابوا الناس لو بتعرف تكتب وتكتب ما بيقبلوك في أبو طيرة في الاحتياط المركز بتاع عندها قضيتنا جماعة بترجع للحركة الإسلامية والقضية الأصلية في الحركة الإسلامية وعشان نضرب الحركة الإسلامية محتاجين أول حية نيبس الأموال بتاعتها التي تدفغ لها من الإمارات ولغم إنه الإمارات دي مختلفة منها لكن برضو متفقين لأنه عندهم وسيط اسمه حميدتي عندهم وسيط اسمه حميدتي وعندهم زول اسمه حمدوك حمدوك ده هو طبعا حمدوك ده الخطر قلت لك اتنين حمدوك وفولكر ديال الغايدين الرسم بتاع القضية ذاته إنه يحاولوا يعيدوا سياحة الحركة الإسلامية في توبة جديد يقبلوا النازل لو لاحظتها دكتور جبريل قال كلام قال إنه وقت قاعد مع حمدوك قال إنه خواجات ده المادة يرينك قال إنه تحاول يتكلم معهم طبعا هم لأنه عارفين إنه حركة إسلامية القضية بتاعت حمدوك إنه بحاول يرجع الحركة الإسلامية حسنا أسألكم سؤال البرهان ده قدر يعين حكومت ده كله عينه كله ليه ما عين رئيس وزراء ما لأنه تاني جايب حمدوك ما لأنه تاني جايب حمدوك والله العظيم وكتابه الكريم البلد دي لسه على كيزان مستنمنة والحركة أول حركة الإسلامية لأن كيزان ده المؤتمر الشعبي حركة إسلامية حزب الأمة حركة إسلامية المؤتمر الوطني حركة إسلامية كونه إنه يكون واحد من الأجزاء دي كان ماسكة كانوا ماسكيننا كانوا ماسكيننا المؤتمر الوطني وكان مختلف عن المؤتمر الشعبي ولدنا الحركة إسلامية حس الليلة يلعبوا فينا الحركة الإسلامية تلعب بينا هي غازية دعم السريع وهي الحبيد أبنائنا نحن لازم إذا ما انتهت قضية الحركة الإسلامية في البلد دي ولوما الناس الحركة الإسلامية ينبادوا من الشعب السوداني وقسم بالله ما تقوم لنا قائمة وينبادوا بالعدالة بالسلمية بتاعتنا ذاتها في الأحياء بتاعتنا يترجموا طوال لأنهم دل سبب المشاكل البلد دي حتى العساكر والضباط بتاعنا حركة إسلامية شوف التكالب بتاع الضباط والجنرال دل ضدك ليه؟ ما لأنهم حركة إسلامية ما بقيفوا معاك بتقول مدنية يقول لك قول عسكرية الجنجوي جابوهم لشو جابوهم عشان يبيدوا كتة لكن هم ماسكين جزء من الرسل عارفين انه هم ماسكين معاو جوا معاو في الدعم السريع ماسكين في كل الغيادات بتاعتنا الدعم السريع كل ماسكين لكيزان ديل زادو عشان كده حميته ما بيقدر عشان كده حميته فكة وكتاي عشان كده حميته فكة وداد بابكر عشان كده حميته ميخليه عمر البشير جاعد له في غصر كلهم جاعدين في غصر يتحاسب منه من الكيزان منه وريني وريني واحد من الكيزان يتحاسب ما بتحاسبه ما بتحاسب الكيزان لأنهم هم ماسكين الدولة لسا وريني ليه ليه مشو الاتفاقية الاتفاقية بتاع الجوبة خلوا لأنو خلوا الحلوب يليوشوا وخلوا عبدالواحد جبريل وجاب امني لينية لأنه حركة اسلامية لأنه حركة اسلامية الحركة الاسلامية command میرى وا timing كما نقول لكم منا سقطت موعدكم اشتريت للحكم كلهم لائנו عند المحمود يستغلو بسعمل الغزر تستغلو الشغلة الغزر itzer ايه ذون موجود في الإنسان يا حركة إسلامية يا موالي للحركة الإسلامية يا هبوط ناعم كبير طلع ما فكوهو ما في زل بتحاسب يا جماعة الناس عارفة أو كبير فكوهوه يا أخي المواسير يا أخي سوق المواسير أكبر سوق مليارات المليارات ضاعت أكل وقروش الناس يا أخي انفكو كيف سلاحقوش ليما قبضوهو محمد عطا ليما قبضوهو وسامة داوود ما اذهلوا ولا تحركة إسلامية أيضا وولدوا يتربى عندهم عبد الغفار الشريف ما هي piękني قبضوهوهظ ما هذه سئلها ما دؤتك لماذا ؟ لماذا قبضوهو ذلك لماذا حسبوها بالأموال النهبوت ايجي يغشوك يا أخي يجيبون نظيفين وما لمعين حاسية عمر البشير يقول لي وقّل لي الختم الاستستمرار ان اتعالج من الكورونا كانوا قلل 32000 يقول لي تتعالج من الكورونا في الأمارات الاشخاص مثل الشعب مغيب لا يمكنه صلاحقوش لا يمكنه أن يكون قادرة والانقلابات المقلوب المازلت كان يقوم بإبن عوف وقال بإبن عوف وقال بإبن عوف وقال بإبن عوف وقال بروهان وبعد قليلة إبنهم حمائتي والبرهان الرغم صراعاتهم لا يتلبم بعض لا يوجد ذوي البحسم لا يوجد ذوي البحاسي لا يوجد أشياء انتخابات انتخابات تستعملها في الق Roosevelt وال Tang rainforest لكن الجماعية انتخابات تعملها اعمل الحميتين اعمل البرهان الانتخابات ده حرية انت عندك حرية الليلة ميتين تلاتة انت غبي انت حيوان الليلة بيقتلوا فيك تلاتة انتخابات فيها كتل انتخابات زول بيطلع بيقول حرية وسلامه عدلة بيقتلوا انتخابات كيف هو الأموال الملهوبة تسليم عمر البشير محاسبة رموز النظام انت غضاءك مهترى غضاءك بفكتري غضاءك فاككي فاكي مشترك فاكي المعتوها اللي اسمه حسل قال لك كتب اسمه علي كارت فاكين نبارة تقول لي انتخابات انتخابات بيتفهم بيتمنوا ليكون عندك انتخابات انتخابات يكون البرهان يغوط الانتخابات نعيد موضوع عمر البشير طي ما كنا نقبل الانتخابات مع عمر البشير ما كان عمر البشير ده كان كان ماشي في نفس المسار ده كنا ممكن نقبل معه الانتخابات ما في انتخابات في ظل دولة غمعية ما في انتخابات في ذو الدولة مستمدة إذا تستبداد وظلم وغمع ما في حي استماع انتخابات دي تضغط المكون العسكري أول ما يضغط المكون العسكري يكون في انتخابات لكن ما سقت المكون العسكري أين يتوجيهها ولا يتصف يكون في انتخابات البلد الترس ما نقول لكم هاتراة التتريس حتى ما ده لنا الغصري هاجموا الناس هاجموا الصفارات دي هاجم الإماراتين اللي بدعموا حمitting وبأنطก Obrigado هاجم السعوديين اللي بدعموا النازل الناس في السعودية لا يمكنهم ينقاذ الناس والناس في الإمارات لا يمكنهم ينقاذ هاجم المجموعة الأوروبية عندهم سفارة هاجم الاتحاد الأفريقي اللي قاعد مبارح مع حميتي مبارح كان قاعد مسافكدا قاعد مع حميتي زلغة الساحل مقتصب هاجمون ورؤون انه عرون يا اخي ورؤون انه الزول ده غاتل ان انتم قعدتوا معاول اننا ممنسخ في الاتحاد الافريقي ورؤون انه الرصاص البيكتول ده رصاص اماراتي سعودي ده لازم يكون باب وستات والنازل تبشي تقوم قدام السفارات دي توضح للعالم كله بأنه النازل هم سبب الأزى وهم فعلا شيطان العرب وهم ابو منشار ديال الناس اللي يدعموا ديال الوحيدين اللي تقدر انت تقطع دابر النازل حتى نمشي على الكيزان ديال كيزان ديال بنحاصرهم مجتمعيا داخل الاحياء هم ذاتهم اللي يبلغوا الولاد ديال يقبضون فهلوة ما قاعدين يقبضون فهلوة يقبضون عارفين نون نفس الكيزان اللي قاعدين في الاحياء الزمان شغالين ناس ناهيد محمود ديال شغالين مجموعات كتيرة حايمين في نصكم يا جماعة حمارتي التشادي ده لازم الأول حاجة لازم حمارتي التشادي ده يتقبض ناس ودي وناس هنا يا جماعة اللي حزاب دي سبب المشاكل ذاته وهي بالمناسبة المدخلان في مشاكل حسهم ما بينشي السفارة ليه لأنه ودي عنده مصالح مع السفارة الإماراتية لأنه خالي السيلق عنده خالي طوالي قاعد في الإمارات لأنه مريم الصادقة المهدي بتخاف أنه ينشي السفارة الإماراتية وتنقطع قروش عنده 18 مليون هناك النازل ما بيقدر ينشي على السفارة الإماراتية لأنه شفت ياسر عرمان بتلجج كيف لا 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 تتلجج في شنو يا زول الناس الدولة اللي كانت واقفة معك ضدك وبتنهب في صرواتك مصر والسعودية والإمارات ما بيقدر أقولها وقالوا لي هؤل الكلام ده بتاعهم ياسر عرمان ده هو صورة مكملة ليغو إعلان الحرية والتغيير للأحزاب السودانية كلها ما بتقدر تهبش الدول لأنها هي بالنسبة لها النهب هي السرقة هم عمل كلهم انتخابات تاي في دولة مدنية نحن نحلم بها زي ما قال لك أخونا شاكر انتخابات تاي في دولة مدنية نحن نحلم بها انتخابات ما في زول يكون شاي البندقية عشان أنت بكرة لو أنا انتصرت عليك ما تقول لي يا زول هوي تقلبني اللي بضمني شنو إنك تتنقلب علي بكرة يا غبي أنا غبي أنا أخش معك انتخابات فستة طاق يا زول أنزل بلا تاق تاق وهو ده حس الحصل اللي بضمنك شنو إنه ما ينقلبه عليك تاني ما هو اللي انت لازم عشان تبسي انتخابات لازم انت تتساووا انت قال المساواة دي الدولة المدنية الناس اللي لا بتفهمها ما هي أول حاجة بتضع بتخطك في الأضلاع التلاتة إنه ما في عسكري براهم من راسه يمشي يقلبه في هيئة بتاع تركان متكاملة قاعدة هي اللي بتقول الكلام ده وبتقول هي جاية لحماية الوطن وقت واحد يشيل البندقية كلهم بيقول يا زول نحنا حالفين غسم لكن حسي الجيش المجموعة البرهان الجيش البرهان ده الحلف غسم وحنسوا مرتين مرتين حلف يسم الله قاعد قال والله نحنا ما حنهبش فضل الاعتصام جدمر فضل الاعتصام هو حمدو جو اعتدوا على الناس وكتلون وسفكون وجدعون في البحر ما كانت في ضمانات تاني جاء دخلوا معاهم في وسيغة دستورية وخدتوا المصحف بتاع الغصر الجمهور وكلهم جاء حلفوا عليه بانه يحمل دستور ويحمل الدستور ذات بتاع 2019 برضو حلب عليه وبرضو جاء حنس بيه الضمان شنو انه يحنس بيه تاني لو خدتوا له مصحفين وقسم بالله البرهان ده لو خدتوا لو خدتوا ورقة ورقة وقسم بالله ما نصدقه لو خدت المصحف كله طلعوا كله ورقة ورقة حرف حرف ما في زال يصدقوا يجي يقول لك انتخابات اول حقيقة يخدت البندقية ولازم تتأسس الدولة بتاعت المؤسسات انها تكون مؤسسة وزارة الدفاع دي وزارة في الجيش ده عنده مؤسسة معروفة مؤسسة الجيش عندها هيئة بتاع دركان هي قضية كلها مبنية على حماية الوطن وحماية الدستور وكذا وكذا وبتمشي للكلام ده ما في زال بيجي ينقلب عليك زيها وزي الشرطة وزيها وزي الأمن زيها وزي 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 المالية وزيها وزي 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 الصحة شغل مغنن يكون دي الدولة المدنية الدولة تساوه فيها كل الناس ما عندها قضية بكذا اما قصة الناس الماشا في التشريعات الأغبية اللي بعرف التشريعات دي دي بتاعت المجلس التشريعي دي بيشرعك ممكن يبقيك إسلامي ممكن يبقيك علماني ممكن يبقيك أي شيء لأنه حس الدول دي في دول جوة تلقى ولايات يعني يمكن يكون الإسلام ذاته بسيط حس يا أمريكا دي فيها ولايات صعبة جدا جدا مش إسلامية دواعج عديل لأنه المجلس التشريع بتاع المنطقة غرر ودي الدولة المدنية اللي هي بغرر فيها المواطن بتاع المنطقة على حسب عاداته وتغاليده وأعرافه يتحكم اللي هو أنا برفع زو المعين من منطقتها اللي هل تقول ليه كده والله أنا ما داير بنات قصار وما داير بنات مفككات شعار وما داير الرجال شعالين كده علي حسب الفهم بتاع منطقتك وتغاليدك وعاداتك الكلام دا منطرح في المجلس التشريعي المجلس التشريعي بيجيزه على حسب الأصوات ودي العدالة ما حالد عليكم لأنه الردم الليلة الردم شديدة يماعا نحن الحركة الإسلامية لسه عقاعدة ولازم نحن نحاصرها كلام بتاع السفارات دا يماعا يتنفس السفارات دي نحن الغاي تلاتين حق ويكون طلعت ثلاث مواكب أربع مواكب خمس مواكب السفارة الإماراتية لازم نستصل بإبوستاد بالإنجليزي وبالعربي وبالفرنسي وبالإيطالي وبكل اللغات كل لجان المغاومة في العمارات سفارة معروفة ناس تمشي وبعد تقدم لها مذكرة وترفض التدخل السافر وترفض الدعم الدولي للغتل وترفض الغطاء الدبلوماسي للغتل وترفض الدعم بتاع السيارات والرصاص اللي بتقدموا للغتل ولازم يمشي للسفارة السعودية بتخافوا سفارة السعودية دي ونفس الكلام تكرر فيها وتمشي للسفارة الأمريكية توضح بينه الأمم المتحدة ما قاعد تقدم حاجة والأمريكان ما قاعد يقدموا حاجة وبايدين ذاته ما قاعد يقدم للشعب السوداني حاجة ولازم يشي الاتحاد الأوروبي ده مجموعة المجموعة الأوروبية عندهم عندهم مغر وعندهم سفارة والاتحاد الأفريقي لازم أن نزل تقوم مجدد أن تخش السياسة لجان المقاومة دي السياسة إذا درنا السياسة بتاعت بتاعت الجماعة الغحاتة بتاعت ياسير عرمان وخالي السلي يبقوا على البلد السلام والله مع السلامة يا جماعة